نظام منع تشغيل المحرك نظام منع تشغيل المحرك هو نظام أمان مصمم لمنع تشغيل المحرك عند تواجدك بعيداً عن السيارة يعمل النظام عند استخدام أي مفتاح غير مسجل فيه للاستفادة من نظام منع تشغيل المحرك لا تترك المفاتيح داخل السيارة عند مغادرتها إطلاقاً في السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخل السيارة وبدء التشغيل بعد نزع المفتاح سيمض ضوء المؤشر الخاص بنظام منع تشغيل المحرك وهذا يشير إلى أن النظام قيد التشغيل بعد إدخال المفتاح المسجل يتوقف ضوء الإشارة عن الوميط مشيراً إلى أن النظام متوقف أما في السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخل السيارة وبدء التشغيل يومض ضوء الإشارة بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الإيقاف مشيراً إلى أن النظام قيد التشغيل ويتوقف ضوء الإشارة عن الوميض بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات Accessory مشيراً إلى أن النظام متوقف نظام منع تشغيل المحرك يعد من الأنظمة التي لا تحتاج إلى صيانة لكن من الممكن أن يتعرض النظام لخلل في التشغيل في بعض الحالات عند ترك المفتاح ملامساً لمفتاح خاص بنظام الأمان لسيارة أخرى أو على مسافة قريبة جداً منه إذا كان المفتاح ملامساً لمواد معدنية